اشتركوا في القناة نشرة الأخبار من تلفزيان الرأي أصحابكم خلالها محمد السداني والبداية دوما بأهم العنوين قرار المجلس كان من اتجاه السليم قرار المجلس مكن المستجوب من السعود بعد سقوط الأول العدثاني يناور بالثاني أنا أعتقد بعض من أخدهم ما أردوا أولا بكلمة واحدة وهم أتكياء حديث عن فساد واندساس وانقطاد الآن الحالة موجودة وجاري علاجها وعزلها كورونا يبغت الكويت بحالة سارية قفزة الراي القياسية والتحليق في سماء صافية عند تحريك الزعانف تضطرب النمضات وفي النشرة تحذير فقط للرجال تعقيبا على جلسة الأمس التي شهدت أحداثها جدلا في الساحة النيابية فقد فند رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الإجراءات التي اتخذها مجلس الأمة بشطب بعض محاور استجواب الرئيس وقال الغانم إن القرار المتخذ يعد سابقة حميدة سيحتذا بها وهي عمل من صلب الدستور واللائحة أحب أشكر وأشيد بنهج المجلس يوم أمس بأن لأول مرة إن كانت سابقة فهي سابقة حميدة وسابقة حسنة بأن يتمكن مجلس الأمة من تمكين المستجوب من صعود المنصة ولكن في إطار الدستور أنا أعتقد قرار المجلس كان بالاتجاه السليم قرار المجلس مكن المستجوب من الصعود قرار المجلس جعل صحيح سابقة بأن يأتي رئيس الوزراء ليقف والمستجوب يرفض أن يقف وهذا حق من حقوق الدستورية لا ينازع فيه أحد لكن المجلس مكن المستجوب من الصعود والاستجواب الثاني اللي قدم من الأخ الفاضل المستجوب هو دليل واضح وأنا حقيقة أشكرا على الالتزام بالأطر الدستورية اللي حددها مجلس الأمة وبالتالي نجحنا في تقويم هذه الممارسة السياسية وأنا متأكد من أن الاستجواب القادم سيصعد سمو رئيس مجلس الوزراء والمجلس سيرغم أي أن كان بالصعود لأن المجلس قوم العملية له أما يعني كل الاحترام والتقدير لكل وجهة النظر لكن الذين كانوا يعدون العدة للهجوم على المجلس لأنه حول إلى التشريعية وفوجئوا بأن المجلس انتصر للدستور ومكن المستجوب من الصعود إنما المستجوب رفض لأسباب نحترمها ونقدرها فوجئوا بهذا الأمر فأصبح الكلام بأن هذا المجلس قد وقت جزء من الأداة الدستورية أنا أقول لهم الشعب الكويتي حتى لو كان في البداية لم تشرحوا للوضع بطريقة سليمة وصحيح الشعب الكويتي شعب دكي الشعب الكويتي شاف الجلسة يوم أمس الشعب الكويتي عرف منصر حتى قبل أن يعرف ماذا دار في هذه الجلسة فالشعب الكويتي أعتقد سيعطي تعهية احترام وتقدير عندما يرى في المستقبل بأن السنة التي سنها هذا المجلس بتمكين المستجوب من الصعود ولكن في إطار الدستور هي السنة التي تمنع التسويف والتعطير وما إلى ذلك من طرق أخرى وأيضا تمنع أي مستجوب من أن يقدم استجوابات غير دستورية وليس ببعيد عن تصريح الرئيس كان لأميني سر المجلس يعقوب الصانع تصريح مطول شارح فيه الإجراءات التي حدثت في جلسة الأمس قرار المحكمة الدستورية الرقيم رقم 10 الأخير رسم خارطة طريق للأطر الدستورية وأنه رئيس الحكومة مسؤول عن السياسة العامة للحكومة الرجل قال لك أنا مستعد أصعد للمنصة في الاختصاص الخاص فيني في السياسة العامة للحكومة المستجوب رفض بعد ذلك مثل ما قال الأخبو علي رئيس المجلس بعد ذلك غير راية الآن قدم استجواب وأنا على المتربصين اللي يحاول أن يعني يتهم المجلس بما ليس فيه بل بالعكس أنا اعتبره عرص ديمقراطي حقيقي وضع الأطر الدستورية في نصابها الصحيح ليس كما كان معمول في السابق بل بالعكس صار ديدا هذا المجلس هو وضع الدستور في الرقم واحد وقانون لائحة المجلس وتطبيق القانون تطبيق صحيح بمناسبة ذكرى الدستور الكويتي وخلال ندوة سياسية في كلية القانون حذر نواب سابقون من خطورة النهج الحكومي المتبع في التعامل مع مختلف القضايا والملفات مشيرين إلى وجود محاولات للانقضاض على الدستور عبر شرعنة الفساد على حد وصفهم علينا نحن لا يجوز أن نقبل بأن نتسلم ما ينتحوله لا نحن نقول لهم الدستور خط أمر لكن ما الذي نفعله نحن نخليها الطحمر نعم يجب أن نعتمي تقصيرنا إلى الآن ما سونا شيء إلى الآن يجب أن نعمل وأنا مثل ما قلت لما قلت أنه الآن إحنا في وضع بدأوا فيه بشرعنة الفساد أنا سأقيم الدليل على ذلك بما أصدروا أو بما اتخذوا من جراء قلت عن مندسين قلت عن سماسرة قلت عن مندسين قلت عن مزروعين أنا أعتقد بعض من أقصدهم مرضوا ولا بكلامة واحدة وهم أذكياء ما يريد أن ينقال لأنه والله اللي عارس بات هل تلمسه إفساد المؤسسة وإفراغ الدستور من محتوى هذه المؤسسة أصبح من الصعب والعسير إلغاءها فشنو الحل معها؟ الحل معها أن نفسدها والإفساد لطريقين إما أفساد مباشر في التعامل مع النواب بشكل مباشر عن طريق معاملات وقبض ودفء وكلكم تعرفون القصص أو الأخطر من هذا هو إفساد القاعدة التي يأتي منها النواب تضامناً مع المغرد إحجاب الهاجري اعتصم العشرات من طلبة الجامعة بحضور النائب السابق مسلم البراك كانت محكمة الاستئناف قضت بحبس المغرد إحجاب الهاجري لمدة عامين مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة الناطق الرسمي لمرض كورونا الدكتور مصعب الصالح أكد أن وزارة الصحة كانت ولتزال حريصة على التواصل مع الجهات الدولية لمعرفة التعامل مع هذا المرض سيما بعد إعلان أول حالة إصابة لمواطن كويتي عقب إدخاله مستشفى العدان بتاريخ السابع من الشهر الجاري وتحويله اليوم إلى الأمراض السرية وعزله كما أوضح الصالح خلوة المخالطين للمصاب الكويتي من ذويه والطاقم المعالج من الأعراض الآن الحالة موجودة وجاري علاجها وعزلها في مستشفى الأمراض السرية وأحب أقول أن ظهور حالة واحدة وإن كان يعز علينا لأن أي إصابة في أي مواطن أو أي غير مواطن من الوافدين هذا شيء عزيز علينا لكن في مجمل القول نستطيع أن نقول لا يزال وضع هذا المرض تحت السيطرة إن شاء الله وسنستمر في متابعة المخالطين في مجال العمل وفي مجال العلاج وفي مجال المنزل بعد أن أصاب الذعر المملكة العربية السعودية على فترة عام يدق ناقوس الخطر باب الكويت مع أعلان أول حالة إصابة بفيروس كورونا وعليه يسلط الراي الضوء على تاريخ هذا الفيروس وأعراضه في التقرير الذي أعدته ابتسام رمال فيروس كورونا هو من عائلة كبيرة من الفيروسات التي تسبب المرض لدى البشر والحيوان وتم التعرف عليه في ستينيات القرن الحالي وتم تسميته نسبة إلى الإنعكاسات التي تشبه التاج على سطح الفيروس وعند البشر يمكن أن تسبب هذه الفيروسات أمراضا تتراوح في شدتها بين نزلات البرد ومرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد والمعروف بسارس والمرتبط بثلث التهابات الجهاز التنفسي العلوي عند البالغين وكانت سلالة جديدة من الفيروس المسبب لسارس قد ظهرت في العام 2003 أما الفيروس الجديد فيطلق عليه اسم فيروس كورونا وتم اكتشاف هذه السلالة الجديدة من الفيروس في المملكة العربية السعودية في شهر سبتمبر من العام 2012 وقد تسببت بحالات وفاة في السعودية بسبب مرض حاد في الجهاز التنفسي أما من ناحية المعلومات المتوفرة لدى منظمة الصحة العالمية عن حجم انتقال المرض وانتشارها فتغيب الإحصائيات النهائية عن عدد المصابين لأنه مرض يتطور بين الناس ولا يمكن نقله من خلال الحيوانات بل تنقل العدوى من إنسان إلى إنسان على أن آلية انتقال المرض عبر الجهاز التنفسي أو تلوث البيئة ما زالت غير معروفة أما أعراض الفيروس فتتمثل بارتفاع درجة الحرارة والتهاب رؤوي سفلي شديد ليمر مريض الفيروس بثلاثة أطوار هي الأسبوع الأول حمى وألم عضلي وأعراض جهازية عامة تتحسن بعد أيام أما الأسبوع الثاني عودة الحمى وعدم التشبع بالأكسجين وتدهور الصورة الإشعاعية أما فيما بعد الأسبوع الثاني متلازمة الالتهاب الرؤوي الحاد يحتاج فيها المريض إلى تنفس إصطناعي ابتسام رمال الرأي شركة مجموعة الرأي الإعلامية سجلت أرباحا قياسية في الأشهر التسعة الأولى من 2013 بلغت أربعة ملايين ومائتين وعشرة ألاف دينار كويتي بزيادة واحد وستين بالمئة عن أرباح الفترة نفسها من العام الماضي وارتفعت ربحية السهم الواحد إلى أكثر من ثمانية عشر فلسن عن هذه الفترة من العام الحالي فيما أكد رئيس مجلس إدارة المجموعة جاسم بودي أن النمو القوي للأرباح يعكس استراتيجية الشركة لتنويع مصادر الدخل والارتقاء المستمر بجودة الإنتاج الإعلامي والإعلاني وتحقيق التكامل بين الوسائط الإعلامية المطبوعة والمرئية والمسموعة ووسائل الإعلام التفاعلية مضيفا أن المجموعة في موقع قوي للاستفادة من تحسن السوق الإعلاني أعلنت وزارة الداخلية إلقاء رجال أمن الحدود القبض على ثمانية متسللين عراقيين وبحوزتهم خمسين قطعة سلاح من نوع شوزن وأوضحت الوزارة متابعة المجموعة أثناء تجاوزها الخط الحدودي الفاصل بين الكويت والعراق قبل إلقاء القبض عليهم داخل عمق الأراضي الكويتية اجتماع لجنة تنسيق الشراكة العربية الإفريقية التي تضم ترويكا عربية وأفريقية وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي التأم في إطار الاستعدادات لمؤتمر القمة العربية الإفريقي الذي تستطفه الكويت الأسبوع المقبل يأتي ذلك فيما أكدت وزارة الداخلية إتمام مختلف الاستعدادات الأمنية والمرورية لتأمين سلامة ضيوف القمة العربية الإفريقية وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف العقيد عادل الحشاش أولا سيادة العقيد ما هي طبيعة الاستعدادات التي أتمتها الداخلية للقمة بداية مساء الخير سعيد جدا أتواصل معكم من خلال نشرة الإخبارية ومن خلال قناة الراي لا شكل بأن وزارة الداخلية استكملت استعداداتها ورفعها جهوزيتها إن شاء الله للقمة العربية الأفريقية المقررون أعقادها بإذن الله تعالى في التاسع عشر والعشرين من الشهر الحالي وبداية من أسبوع القادم يمكن يوم الأحد تبتدي الوثيرة بالاستفاع تدريجيا مع وصول وزراء الخارجية ومن ثم وصول القادة والزعماء ورؤساء الدول لا شك بأن هذا المؤتمر يحظى باهتمام كبير خاصة أنه ضيوف سيدي حضر صاحب السمو أمير بلاد المفدى هذه الاستعدادات استكملت من جميع النواحي التنظيمية والتخطيطية ومن ناحية الأعداد وأيضا أخذنا من كل الجوانب سواء الإجرائية أو المرورية أو الأمنية استكملت كلها بالكامل وفي تخطيط ومتابعة حديثة من قبل معالي نائب رئيس نيس وزر وزير داخل شيخ محمد القادة الصباح اللي يولي هذا المؤتمر اهتمام بالقل من ناحية الأمنية أبشر كل من يتابعنا الآن بأن وزارة الداخلية خطط خطوات جدا موسعة على أرض الواقع في تطبيق الخطة ويمكن طبقتها على مدى الأيام الماضية على أرض الواقع من ناحية المرورية سواء كان بالتسكيرات أو بتحويلات لحركة السير أو بالنسبة لعمور الأمنية بشكل عام في ناحية وقائية وإجرائية الحمد لله كل ملامع هذه الخطة نعم طيب سيادة العقيد هل تتوقع أن يتعرق الخط سير الوفود مع المارة وتتعطل الشوارع وتكون هناك ازدحامات في بعض الشوارع نحن نتمنى إن شاء الله أنه ما يكون هناك عندنا خطناقات مرورية خاصة أن وحدة العلاقات العامة والإعلام الأمن إن شاء الله في وقت الوكر ستنوح على الطرق التي ستكون مغلغة أمام حركة السير والطرق المحولة وكيفية الوصول إلى المواقع المنشودة بالنسبة للمواطن المقيمة اللي يحب أن يتوجه من وإلى من أي موقع كان وأي طرق ستكون مفتوحة أو أسالكة وما في هناك تحويلات حركة السير لكن تعرف أن هناك طرق ستكون مغلقة أثناء مرور المواكب وهذا بالتنسيق مع الجهة المختصة إن شاء الله بالدوان الأمير سيبلكون إن شاء الله بهذه التوقيقات الكامل ومثلما سننوح عنها نتأمل إن شاء الله لا يكون هناك اختناقات ويكون هناك إن شاء الله طرق بديلة وهذه الطرق ستكون إن شاء الله متاحة للجميع بحيث إنه يتلاف حدث الاختناقات أو التذكيرات أو التحويلات مزاحة نعم العقيد عادل حشاش شكرا لك انطلاقا من حرص الكويت على تجسيد دورها الإنسانية المعهود وتعاطفا مع المتضررين من الأعاصير المدمرة التي اجتاحت الفلبين أصدر أمير البلاد شيخ صباح الأحمد توجيهته بالتبرع بقيمة عشرة ملايين دولار كموارد إغاثية عاجلة لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية كما أمر الشيخ صباح بإرسال مواد إغاثية عاجلة بقيمة ثلاثة ملايين دولار للصومال جراء الفيضانات والعواصف التي تعرضت لها أيضا اللجنة الاجتماعية لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وضمن أنشطتها التطوعية قامت بزيارة دار المسنين بدور الرعاية الاجتماعية بهدف التواصل معهم ورسم الابتسام على وجوههم وتسعى اللجنة من خلال هذه الأنشطة إلى تعزيز التواصل الاجتماعي مع مختلف طبقات وفئات المجتمع بهدف تمكين المجلس من مشاركة المجتمع في هذه المجالات قمنا بهذه الزيارة لآبائنا ومهاتنا من باب التواصل الاجتماعي ومن ضمن فعاليات نظمتها اللجنة الاجتماعية لغرض ربط الفئات المجتمع كلها مع بعض وأن يكون التواصل الاجتماعي سمة من سمات هذه اللجنة وإحنا ساعدين وايد وايد بهذه الزيارة من فرحة لنشوفها على ويوه الأباء والأمهات هنا قمنا اليوم بزيارة إلى دار المسنين وطبعا استانسنا بوجودهم وفرحنا وكافي شفنا الضحكة اللي بويهم والله يعطيهم العافية وبصراحة اليوم زرنا دورنا المسنين وستانس وايد شوفت أمهاتنا وبهاتنا وفرحتهم هذه كانت أسعد شيء عندنا وقايتنا الحمد لله يا رب بعد كل حال إن شاء الله يعطيهم طولة العمر يا رب انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية نظم بيته التمويل الكويتي بالتعاون مع مركز دسمان لأبحاث السكري والمستشفى الأميري فعالية اليوم العالمي للسكر في برج بيتك وتأتي هذه الفعالية السنوية بمناسبة اليوم العالمي للسكر مستهدفة نشر التوعية بمخاطر هذا الداء وأليات تجنبه وسبل العلاج منه بمناسبة اليوم العالمي للسكر بيت تمويل الكويتي ينظم مثل هذا النوع من الفعاليات وهذا بالسنة الرابعة للتوالي وهذا يأتي انطلاقا من مسؤولية الاجتماعية لبيت تمويل الكويتي حيث بيت تمويل الكويتي هو البنك الوحيد في المنطقة اللي أصدر تغرير الاستدامة اللي هو يرسخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية ويعززها طبعا نحن الفعالية هذه نقيمها كل سنة سمكة القرش مرعبة حتى لو كانت خدعة كتلك التي واجهها شاب أمريكي وكادت أن توقف قلبه الشاب تعرض لخدعة من أصدقائه عندما ارتدى أحدهم زعانف سمكة القرش وبدأ بالسباحة نحوه لنشاهد هذه الحالة هذا الهروب الكبير قفزة ربحية نوعية في بيتك تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد هذا الفاصل اهلا بكم من الصفحة الاقتصادية بيت تمويل الكويتي أعلن تحقيقه أرباح إجمالية بلغت 225 مليون و300 ألف دينار كويتي حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بربحية سهم بلغت 25 فلسا ونصف الفلس للسهم الواحد ووضح رئيس مجلس إدارة البنك محمد الخضيري أن البنك حقق زيادة بالأرباح العام الجاري بلغت 13 مليون و300 ألف دينار كويتي وبنسبة زيادة بلغت 17% كما حقق زيادة بربحية السهم بلغت فلسين 2 و65% وبنسبة زيادة بلغت 12% عن نفس الفترة من العام السابق سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولات اليوم على انخفاض في مؤشراته الثلاث بواقع نقطة للمؤشر الوزني و26 نقطة للسعري وثلاث نقاط لمؤشر كويت 15 وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق حوالي 20 مليون و500 ألف دينار كويتي بكمية أسهم تقدر بـ 219 مليون سهم وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا المحل الألمالي نايف العنزي سيد نايف برأيكم ما سبب التراجع في المؤشرات في الثلاث اليوم حياكم الله انتم شاهدي تلفزيون الرائل الكرام جميعا سبب التراجعات في المؤشرات طبعا نحن لاحظنا من فترة الماضية المؤشرات كانت غالبا ما تكون متراجعة جميعا أول السبب المزاج العام للسوق دائما الدوم من المزاج العام للسوق المضاربي سوق فاغد أنا أعتقد فلنتكلم بكل صراحة بدأ يفقد جزء كبير من السقة التي كتسبها في العام الماضي عندما حقق ارتفاعات سوق الكويت الأوراق المالية وارتفع إلى وصل تقريبا بحدث 8000 نقطة من 6000 وشوي نقطة أعتقد حقق 1000 وشوي نقطة في العام الماضي بدأ السوق في وضع الهشاشة والركاكة على وعلى أنه لم تساعد البنوك ونتائجها المالية ونتائج الشركات القيادية لم نشاهد أي تحرك لها أو ارتفاعات حتى مع إعلان لأرباحها سوق مضاربي بالدرجة الأولى صناع السوق أصبح مضاربين لا يوجد دخول للاستثمار في سوق الكويت الأوراق المالية أصبح الكل نفسه ضيق ونفس مستوياته دون المتوسطة دخول وخروج تحقيق نتائج طيب أستاذ نايف بالحديث عن المضاربة ما هي العوامل الرئيسة التي تؤثر في توجيهات المستثمرين وكيف قرأتك محل المالي النتائج الإيجابية لبيت التمويل أولا الأمور التي تؤثر في المستثمرين لما نشاهد حقيقة نتكلم نقول كلام على ورق نحن منذ أربع سنوات ونسمع عن خطة تنمية وخطة تنمية والتوجهات للتنمية ولا يوجد أي شيء على أرض الواقع حقيقة هذا الشيء نحن نتكلم بكل شفافية وكل وضوح التنمية ليست موضوع تعبير أو موضوع إنشائي يتحدث من المسؤولين التنمية يجب أن تكون على أرض الواقع على أرض الواقع لا يوجد شيء أنا أعتقد سمعنا عن خطة تنمية ومليارات وضعات لكن لا يوجد أي شيء هذا مؤشر رئيسي لدخول مستثمر إذا كان هناك خطة تنمية طيب ونتائج بيت التمويل نتائج بيت التمويل الكويتي حقيقة أنا أعتقد أنها فاجأتنا نحن في داخل سوق الكويتي لو رغم ما لكن أنا أتوقعها أقل مما حقق بيت التمويل وفقا للمشاكل المتراكمة لدى بيت التمويل الكويتي نعم المحلل المالي نايف لعنزي شكرا لك اقترب اللقاء التفاصيل في صفحتنا الرياضية بعد هذا الفاصل أهلا بكم إلى الصفحة الرياضية تلقى المنتخب الأردني خسارة كبيرة أمام منتخب أورغوي قوامها خمسة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان ضمن لقاء الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في البرازيل 2014 ولم يظهر المنتخب الأردني بالمستوى المأمول منه أمام أرضه وبين جماهيره لتتلاشى آماله في تحقيق حلم الجماهير الأردنية بالوصول إلى نهائيات كأس العالم المقبلة بعد أن ازدادت صعوبة لقاء الإياب الذي سيقام الأربعاء المقبل في أورغوي بعد أن أنهى المعسكر التدريبي الذي أقامه في أبوظبي استعدادا للقاء لبنان وتايلاند ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهايات كأس آسيا 2015 انتظم المنتخب الكويتي لكرة القدم بمعسكر تدريبي داخلي يستمر حتى موعد مباراة منتخب لبنان التي ستقام الجمعة المقبل ومن ثم لقاء تايلاند الذي سيقام في التاسع عشر من الشهر الجاري ويذكر أن لقاء الذهاب بين الأزرق ولبنان انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما من دراسة أمريكية إلى الرجال لعموما دعوة إلى الابتعاد عن تناول الهامبرغر والهوت دوغ تفاصيل أوفى عن المضار السلبية في تقرير لسمر شدياق الهامبرغر والهوت دوغ يضران بخصوبة الرجل عنوان عريض لدراسة جديدة أشارت إلى أن تناول اللحوم المصنعة مثل الهوت دوغ والهامبرغر قد يضر بكمية الحيونات المنوية الطبعية عند الرجال الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة الخصوبة والعقم الأمريكية وأعادها باحثون في جامعة هارفورد للصحة العامة شاملت 256 رجلان خضعت زوجاتهن لعمليات تلقيح استناعي وبحسب الدراسة فأن الرجال الذين لا يتناولون اللحوم المصنعة تكثر لديهم كمية الحيوانات المنوية الطبعية بنسبة 30% مما أن يتناولون كمية أكبر من هذه اللحوم وفي المقابل تبقى نصيحة الدراسة للرجال بتناول لحم السمك البيضاء كالسالمون والسمك الأزرق والتونة سامر شديق نمور الراي والآن مع جولة على أحوال الطقس وفيها استعراض لدرجات الحرارة المتوقعة ليوم غد في مناطق الكويت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نهاية نشر تابعونا دائما على مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر الراي ميديا جروب وعلى اليوتيوب الراي توب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر